نظمت الفعاليات الشعبية والحزبية مسيرات ووقفات احتجاجية في بعض محافظات المملكة ضد قرارات الحكومة الاقتصادية وما يخص فرض الضرائب والرسوم على عدد من السلع والخدمات مطالبين الحكومة بالتراجع عن قراراتها التي طالت الطبقتين الوسطى والفقيرة والعمل على تحسين مستوى معيشة المواطن الأردني المزيد في التقرير التالي احتجاجا ورفضا للسياسات الحكومية الاقتصادية الأخيرة شهدت العاصمة عمان مسيرة عقب سلاة الجمعة طالبت بالتراجع عن قرارات رفع الأسعار هذه الفعالية تأتي في سياق الفعاليات السابقة التي خرجت تطالب الحكومة بالعودة عن قراراتها الاقتصادية الأخيرة وهي كذلك تأكيد على استمرار مطالبتنا بإحداث تغيير كامل بالنهج الاقتصادي الذي تسير عليه الحكومة في الكرك نظمت الفعاليات الشعبية والحزبية مسيرة احتجاجية عقب سلاة الجمعة انطلقت من أمام المسجد العمري طالب المشاركون فيها بإسقاط نهج الحكومة كما طالبوا بالتحرر السياسي والاقتصادي من صندوق النقد الدولي نقف في هذا الحراك المستمر منذ أن شنت الحكومة على فقراء هذا الوطن في ارتفاع الأسعار والغلاء والتذيق على الحريات العامة في هذا اليوم أيضا نلتحن مع إخواننا في المقاومة الفلسطينية في هذا اليوم يوم الأرض الذي نعتز بها ونعتز في كل المقاومين على الأرض العربية تأتي هذه الوقفة ضمن فعاليات الحراك المستمرة للتأكيد على استمرارية الحراك ومطالبته بتغيير النهج وتغيير الحكومات وتغيير كل سياسات الإفقار التي انتهجتها حكومتنا كما نفذ العشرات من أبناء لواء المزار الجنوبي وقفة احتجاجية في ساحة مسجد جعفر بن أبي طالب ضد قرارات الحكومة الأخيرة المستمرة والقاضية برفع أسعار الخبز وبعض السلع الغذائية والتموينية الأساسية هذه الحركة اليوم الجمعة هي استمرار للحراكات التي بدأنا بها منذ فترة للوقوف في وجه القرارات الجائرة التي صدرت من قبل الحكومة كمعالج للوضع الاقتصادي في الأردن التي شملت رفع مجموعة كبيرة جدا من الأسعار وفرض الضرائب على كثير من المواد هذه الوقفة احتجاجا على كل شيء موجود في الوطن يعني من مخصص على شيء معين ارتفاع أسعار فساد موظفي نواب قاعدين بتحدوا في الشعب ولم يغب يوم الأرض عن هتافات المشاركين في المسيرات الذين أكدوا عدالة القضية الفلسطينية وأنها قضيتهم الأولى والمركزية رفضين في الوقت نفسه قرار واشنطن بنقل سفارتها إلى القدس المحتلة وكل ما يحاكم المؤامرات ضد تصفية الثوابت الفلسطينية ومن بينها حق العودة